أول حاجة الناس نفسها تعرف يعني إيه ضغط دم وهو بيعمل إيه في جسمنا جميل ضغط الدم الطبيعي اللي احنا كلنا نعرفه 120-80 ده الضغط اللي بيمثله الحجم الدم اللي موجود على جدار الشرايين أيوة الطبيعي 120-80 ده المتوسط لجميع الأعمار إنما كل مجموعة عمرية لها المتوسط بتاعها المتوسط ده فوق سن الأربعين بيصل إلى 130-80 لما يبدأ الضغط يبقى فوق 140-90 ده يعني الرقم اللي كلنا بنبدأ نقول ده مرض ضغط الدم لأن الضغط على جدار الشرايين يبدأ يعمل مشاكل وده اللي بيخلينا نعالج ضغط الدم المشاكل اللي بيعملها ضغط الدم في حد ذاته الارتفاع البسيط لا يمثل مشكلة كبيرة إنما المشكلة لما نسيبه بدون علاج بيعمل كل المشاكل الصعية من أول أزمات القلبية للنوبات المخية للفشل الكلوي لتشقق الأورطة لمشاكل الأطراف والعين فإذا مرض ضغط الدم يترتب عليه أمراض عديدة في كل أنحاء الجسم من أول العين لغاية الأطراف طيب يا ترى إيه الأسباب؟ ليه الضغط بيرتفع عند واحد وميرتفع عند الثاني؟ الأسباب بتاع ضغط الدم في 95% لا يوجد سبب ودي رحمة من ربنا بيسموه الضغط الابتدائي والضغط الابتدائي هو الضغط اللي بدون سبب مرضي وفي النظريات كتير قوي من ضمنها الوراثة إنما الضغط السانوي اللي هو الأقل ندرة والأخطر سببه أمراض أخرى من ضمنها الشريان الأورطة بيبقى مخنوق في الأطفال ويستمر أحياناً للكبار أمراض شريان ضيق شريان الكلة المشاكل الكلا السانوية اللي بتحصل في سن كبير زي مشاكل الفشل الكلوي وحصوات الكلة وما ينتج عنها من تدهور في وظائف الكلة فكل أمراض الكلة ثم الغدة فوق الكزرية اللي فوق الكلة ودي يمكن الأسباب وبعض الأمراض الهرمونية الأخرى بس كل دي أمراض لوحدها خطيرة بتؤدي لارتفاع ضغط الدم فارتفاع ضغط الدم السانوي اللي هو الحمد لله أقل حدوثاً حوالي 5 إلى ماكسوم 10% ده الأخطر وهنا بيبقى فيه مرض آخر هو اللي بيرفع ضغط الدم فهنا المريض بيقع تحت تأثير مرضين في الحقيقة مش مرض واحد المرض اللي بيؤدي لضغط الدم ثم مرض ضغط الدم نفسه ودي رحمة من ربين النقليل إنما الميجوريتي الغالبية العظمى من ضغط الدم هو ضغط ابتدائي اللي هو من تسعيل لخمسة وسبب اللي هو وراسة معظم الوقت ودي حاجة بقى برضو بتاعت ربينا يعني إنه الضغط ده بيحصل عند تقريباً خمسة وعشرين في المية من الأدلس اللي هما فوق العشرين سنة ده يعني متوسط حدوث ضغط الدم في مصر وإن كان مع التعريف الجديد اللي بدأوا يعرفوا الضغط اللي هو ارتفاع الضغط عن 130-80 نزلوا عشرة ودول الأمريكان في الحياة اللي عملوا كده ده زود نسبة مرضى الضغط في أمريكا من 32% ل 46% بأنه نزل بالضغط لأنه نزل بالقياس إلى عشرة أقل في الضغط القباضي والانبساط